هنا قصة نجاح روادها فتيات جامعيات وعنوانها للتميز إرادة مجتمعية إينا الصالح معلمة عملت على تأسيس روضة للأطفال عام 2006 وسط مدينة قعطبة بمحافظة الضالع وبجانبها أمل القعطبي أكاديمية روضة أطفال ظلتا معا بنشاط عال تقدم ما اكتسبنا للأطفال ضمن مرحلة تربوية وعلمية تمثل القسر القوي لإيصال التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة طبعا الأشياء اللي أرسلها للصغار أعلمهم السلوكيات الصح يعرف يميزوا ما بين الصح والخطأ ونعملهم كعملية تمهيدية عشان لما يصلوا للمرحلة الأساسية للدراسة يكون عندهم خلفية للحروف وتمييز ما بين الحروف وأيضا السلوكيات وحبهم للمدرسة وتعاملهم مع المدرسين والمدرسات تهدف الروضة إلى تنمية الصغار تنمية لغوية وعقلية وجسمية وجسدية بطريقة تربوية شاملة من خلال تلبية احتياجاتهم قبل الالتحاق بالتعليم وفيها يربى الصغار على التربية الأخلاقية والاهتمام بالذات الهدف من روضة الأمل للأطفال لهم تشجيعهم تشجيع الأطفال للذهاب إلى المدرسات ثاني شيء تشجيعهم للقراءة والكتابة والهدف الأكبر هي التربية قبل التعليم نعلمهم بعض الآداب وبعض التعليمات فمانوا روضات يتوزعن بين مدارس حكومية وسط المدينة وأخرى أهلية ناهيك عن منزل خاص بعد أن تعذر إيجاد المبنى الخاص بهن وفي الروضات تعمل عشر معلمات كمتطوعات وبدون مقابل وسط افتقارهن للوسائل التعليمية والنفقات التشغيلية وبقية الاحتياجات ومن معوقات الأخرى عدم موجود الوسائل التعليمية خاصة برياض الأطفال التعليمية لهم المبنى الأثاث كلها مش موجود اللي معانا كلها قهود ذاتية متطوعات ما فيش رواتب معاهم الكل متطوع أنقذت هذه الروضة أثبتت أنها ناجحة وأثبتت أنها كفاءة استطعنا أن نخرج أطفال قادرين الدخول للدراسة في المستوى الأساسي بشكل جيد وأي طالب دخل عندنا الروضة خارج من عندنا ومشى بشكل كويس ثلاثة عشر عام من العطاء المتواصل لروضة أسستها فتيات وسط مدينة قعطبة قدمت من خلالها الكثير للطفولة وسط افتقارهن لبيئة ملائمة وآمنة يستطيع الصغار قيامهم بالأنشطة اللازمة لتكافئها الجهات المختصة والمنظمات المهتمة بالطفولة بالإهمال واللا مبالاة مبادرة ياترى هل ستحصل على استجابة بتوفير المبنى والاحتياجات اللازمة أم سيظل العمل الطوعي إلى أجل غير مسمى اشتركوا في القناة